اشتركوا في القناة ولكن عالم الصغير قبل أن نبدأ عليك بتجهيز قلمك وكتابك وكن منتبها ومستعدا لأي سؤال أهداف درس اليوم أن تحدد بعض أجزاء الزهرة أن تصف دور الحشرة في التلقيح لنراجع سويا ما تعلمناه سابقا عن مراحل نمو الزهرة عالم الصغير هيا سمي لنا أجزاء النبتة التي أمامك أحسنت إنها تحتوي على ساق وأوراق وبرعم للزهرة وكما تعلمنا أن برعم الزهرة يتفتح ويصبح زهرة جميلة كما ترى في الوردة التي أمامك ولكن ما هو اسم الجزء الملون من هذه الزهرة هذا ما سنتعلمه في درس اليوم افتح كتابك على الصفحة الأولى من الدرس وقم بوضع علامة صح للتعبير عن فهمك للدرس السابق والآن أيها العالم الصغير لقد جلبت إليك بعض الأزهار الجميلة التي كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقها فأبدعها وكذلك أن تترى هذه الأزهار في شوارع وحدائق دولتنا قطر الحبيبة ولا تنسى أيها البطل عليك بالمحافظة عليها أينما تجدها وكما ترى أمامك هذه الأزهار دائما تكون ملونة ومتنوعة فهذه أزهار حمراء وهناك أزهار صفراء ويا ترى ما اسم الجزء الملون في هذه الأزهار إنه البتلات البتلات هي الجزء الملون في الأزهار وكما ترى عزيزي الطالب فهي متنوعة فهناك بتلات كبيرة الحج وهناك بتلات صغيرة وكذلك بتلات لونها أصفر وأخرى لونها بنفسدي وهذه لونها وردي وهكذا ويا ترى هل لها جميعا نفس الشكل لا قطعا فشكلها مختلف وأيضا كذلك إذا شممتها فلديها روائح مختلفة أيضا وكما تعلم فهي روائح زكية وجميلة والآن أيها العالم الصغير لنستمع لصديقنا الوضيحي لكي يلخص لنا ما دار في هذا النشار للبتلات أشكال وأحجام وألوان وروائح مختلفة شكرا لك يا وضيحي يا ترى من يحب الأزهار أنا متأكد أنك تحب الأزهار وكذلك هناك بعض الكائنات أيضا تحب الأزهار هذه الكائنات كما تعرف نسميها بالحشرات والحشرات دائما تنجذب إلى بتلات الأزهار لنقرأ معي هذه الجملة للنباتات الزهرية بتلات كي تجذب الحشرات والآن أيها العالم الصغير سأعرض عليك أزهارا مختلفة قم بوصفها من حيث اللون وعدد البتلات قم بإيقاف الفيديو وفكر جيدا ثم عد إلينا مرة أخرى أحسن الزهرة الأولى تحتوي على أربع بتلات وهي باللون الأصفر والزهرة الثانية بها ست بتلات وهي باللون البرتقال كما ترى والزهرة الثالثة لها ثلاث بتلات وهذه زهرة وردية اللون وعدد بتلاتها ثمانية وأخيرا زهرة بيضاء اللون وعدد بتلاتها خمسة أحسنت أيها العالم الصغير والآن جاء دورك من جديد هل يمكنك ترتيب عدد البتلات من الأصغر إلى الأكبر كما تعلمنا في مادة الرياضيات سأترك لك فرصة ثم عد إلينا بعد قليل والآن أيها العالم الصغير أصغر عدد هو ثلاث بتلات ثم يلي الأكبر منه أربعة بتلات ثم خمس بتلات ثم ستة ثم ثم ثمانية بتلات أحسنت أيها البطل إذا كانت إجابتك صحيحة فضع لك وجها مبتسما فأنت تستحق ذلك وهيا بنا نجيب عن سؤال في ختام هذا النشار ما دور البتلات في الأزهار سنستمع إلى صديقنا الوضيحي ليلخص لنا النشار ثم نجيب عن هذا السؤال سويا للبتلات أشكال وأحجام وألوان وروائح مختلفة للنباتات الزهرية بتلات كي تجذب الحشرات شكرا لك يا وضيحي هل تعرفت على إجابة السؤال ما دور البتلات في الأزهار أحسنت أنا متأكد أنك أجبت إجابة صحيحة كي تجذب الحشرات والآن يا عالم الصغير انظر معي إلى هذه الزهرة التي أمامك وانظر إلى ألوانها الجميلة هذا الجزء الملون يسمى نعم أحسن فقد تعلمناه سويا إنها البتلات ذات ألوان الزاهية الجميلة ولكن يا ترى هذا الجزء الملون بالأخضر ماذا نسميه نسميه السبلات وهذا ثاني جزء من أجزاء الزهرة تتعلمه في هذا الدرس الجزء الملون البتلات والجزء الملون بالأخضر يسمى السبلات افتح كتابك عزيز الطالب على هذا النشار لكي نجيبه سويا ارسم دائرة حول المفردات الصحيحة في الجمل الآتية تابع كما يشير كما يشير إليها السحر إذا كنت اذا كنت قد تابعت يشير إليها السبلات اذا كنت قد تابع النباتات حبوب اللقاح تنتقل من زهرة إلى أخرى لكن كيف تنتقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى شاهد معي هذه الصور لتتعرف على الإجابة تحمل الحشرات حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى يسمى انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى تلقيحا والآن افتح كتابك أيها العالم الصغير وأرسم دائرة حول المفردات الصحيحة النشاط رقم اثنين تسمى المادة البيضاء الموجودة على البتلات وعلى الحشرات هل تسمى مسحوقا أم حبوب اللقاح أحسن إنها تسمى حبوب اللقاح تابع معي تحمل الحشرات حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى يسمى انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى تلقيحا أم إنباتا أنت مميز إنه يسمى تلقيحا بارك الله فيك ضع لك وجها مبتسما فأنت تستحق ذلك والآن حضر صديقنا الوطيحي كالعادة في الوقت المناسب ليلخص لنا ماذا تعلمنا في هذا النشار هيا بنا أيها البطل لنستمع إليه وأنت كما أعلم عنك أنك طالب موهوب فتابع معي قراءة ما يقوله الوضيحي التلقيح عبارة عن نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى شكرا يا وضيحي والآن جاء دورك أيها العالم الصغير لتتحقق ما تعلمته في هذا الدرس لنحل سويا التدريب رقم واحد أرسم دائرة حول المفردة التي تصف ما تقوم به الحشرة لتساعد النباتات عندما تحط عليها هل تقوم بالإنبات أم بالنمو أم بالتلقيح أوقف الفيديو وأنا متأكد أنك ستعود إلينا مرة أخرى بإجابة صحيحة أهلا بك من جديد الدور الذي تقوم به الحشرة لتساعد النباتات عندما تحط عليها أحسن إنه التلقيح إذا كانت هذه إجابتك فضع لك وجها مبتسما فأنت تستحق ذلك بالفعل والآن أيها العلماء الصغار هيا بنا نجمل الأجزاء الثلاثة للزهرة الجزء الملون بألوان زاهية ليجذب الحشرات يسمى أحسنتم إنه البتلات وهناك جزء ثاني لو له أخضر وفائدته يحمي الزهرة يسمى السبلات ولا ننسى الجزء الثالث الذي هو عبارة عن حبوب تنتجها الزهرة وتسمى حبوب اللقاح جاء دور صديقنا الوضيحي من جديد ليجمل لنا ما تعلمناه في هذا الدرس من أجزاء الزهرة البتلات الملونة والسبلات الخضراء وحبوب اللقاح التلقيح هو نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى دور الحشرة في عملية التلقيح هو نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى شكرا لك يا وضيحي على ما أجملته لنا مما تعلمناه في هذا الدرس والعلماء الصغار بالتأكيد سيقومون بتدوين ذلك في دفترهم والآن أيها العالم الصغير سأطرح عليك سؤالا يا ترى لماذا تقوم الحشرة بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى وما سبب حاجة النبات إلى التلقيح هذا ما سنتعلمه سويا في الجزء الثاني والأخير من درسنا جاء دورك يا بطل هذا واجبك لهذا اليوم قم برسم لوحة بها مجموعة من الأزهار الجميلة المختلفة في الشكل واللون والحجم وقم بتصوير هذه اللوحة الجميلة وأرسلها إلى معلمك في برنامج التيمز والآن انتهى درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله على أن ألقاكم مجدداً في الدرس التالي بإذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر